المترجم للقناة تستمر لغاية التاسع عشر من يناير ثمانية منتخبات تسعى إلى التتويج باللقب الخليجي الذي أحرزته مملكة البحرين في النسخة الأخيرة عام الفين وتسعة عشر ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى أمام المنتخب الإماراتي يوم غد السبت في انطلاق مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية هذا وتنقل قناة البحرين الرياضية مباريات كأس الخليج العربي في بث حي ومباشر زينت جداريات برسوم متنوعة شوارع مدينة البصرة في جنوب العراق تزامنا مع استضافة بطولة كأس الخليج خليجي خمسة وعشرين التي تقام للمرة الأولى في العراق منذ عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين مبادرة تطوعية من قبل ما يقارب خمسة وعشرين شخص مختلفين الوظائف فقط للمساهمة في إنجاح خليجي خمسة وعشرين بالرسم على جدران ملعب الميناء الرياضي طبعا الرسومات كانت متنوعة قسم من عتل الشناشي البصرة قسم لطبيعة البصرة قسم لشخصيات أدبية وتراثية الهدف من عندها لجعل البصرة أجمل إثناء خليجي خمسة وعشرين تجمع خمسة وعشرون متطوعا لرسم اللوحات على جدران ملعب المدينة وشوارعها ضمن مظاهر الاحتفاء بالبطولة فيما تنتشر على مدول الخليج المشاركة في الأسواق والمتاجر إضافة لعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة واللافتات الترحيبية التي ملأت الشوارع وحتى السيارات في رسائل مليئة بالحب والتقدير من أهالي العراق إلى ضيوف البطولة استمتعين جدا بهذه الأجواء أجواء بطولة خمسة وعشرين الخليجي خمسة وعشرين في البصرة بعد غياب دام أكثر من أربعين سنة آخر بطولة كانت في العراق في سنة تسعة وسبعين كانت في بغداد وبأجواء الفرح والسعادة ارتسمت مظاهر الزينة في مختلف أرجاء مدينة البصرة وأمام المقار الحكومية والخاصة والمنشآت الرياضية والأسواق والأماكن الشعبية ومقار إقامة وفود المنتخبات المشاركة بأيد عراقية اكتست بثوب الفرح شوارع ومعالم مدينة البصرة التاريخية والحضارية احتفاء بهذا الحدث الرياضي الذي يحمل طابعا خاصا في وجدان أبناء منطقة الخليج العربي بفضل ما تمثله من موروث رياضي منذ انطلاقها في النسخة الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين عام 1970 ترجمة نانسي قنقر